قبل أن أتعمق في الحديث سنوري لكم بعض الفيديوهات والحقيقة أني كل مرة نجيبش نوري فيديو سابق لي حتى نقدم دليل واضح على ما قلت من قبل أو ما حللت به أو ما ذكرت أو ما توقعت دائماً عندي شعور أخشاه وهو أن الإنسان المؤمن إن شاء الله رب يجعلنا من المؤمنين الصادقين يخشى دائماً أنه يزكي نفسه يفتخر بنفسه يتضخم نفسه ففي كثير من الحالات كنت ما نوريش أشياء أو ما نقولش أني سبق وأن ذكرت هنا أو هناك لكن أحياناً مرات ولماذا مرات؟ لأنه أولاً مرات تقديم الأدلة لأن الناس تنسى وخاصة في جو في كثير من الفيديوهات والاتصالات والقنوات وعالم مليء بالأحداث والأمر الثاني هو أننا أمام عصابة لديها مئات الآلاف بدون أدنى مبالغة من الذباب الذباب الآلي والذباب الإنساني أيضاً البشري اللي تقوم بالخداع بالمكر بقلب الحقائق بتقويل ما لم نقل بخفاء ما قلناه حقيقة إلى آخره فأحياناً نضطر إلى تقديم أدلة وبرهين حتى لا يخدعون الناس كثير من الناس خدعوا كثير من الناس لعل البعض إخواني اللي تابع أيضاً يشوف تعليقات بعض الناس أحياناً وجد لي رسائل من الناس خدعوا خدعهم الذباب بحيث أنه يتم شيطانة الأحرار عندهم فيكرهونهم ويتم تقديس الأشرار والمجرمين فيحبونهم حتى من بعد لما يتكشفوا الحقيقة يقول لك وين كنا والله يخدعونا والله يأضلونا والله ما كناش عارفين هذه إلى آخره فأحياناً نضطر ليظهر ذلك وفي هذا الإيطار يدخل اليوم أيضاً ما سأظهره وربما سأظهر عدة مقاطع فتحملوني إخواني ونحن نتحدث عن هذا الموضوع لأن هذا موضوع بالق الخطورة طبعاً دعنا نظهر ذلك سنتحدث عن ما هو متوقع بعد هذا الزلزال الذي حدث اليوم حدث رسمياً اليوم هو كان متوقع كنا عارفينه ذكرناه عدة مرات فكروا إخوان آخرين إلى آخره لكن اليوم ظهر بقوة وبقوة خلينا نشوف بعض هذه الأشياء ونبدوها فيما يتعلق كان هذا في 14 أفريل 2019 أي بالضبط أقل من أسبوعين حتى تمت الإطاحة ببوتفليقة يوم 1-2 أفريل 2 أفريل كان هذا بعد 12 يوم من الإطاحة ببوتفليقة في فيديو هذا جزء منه وجهته يوم أنا ذاك للقيت صالح وحذرته مما هو قادم 14 أفريل 2019 شوف هذا التيجا اللي رح مجيتو فيه حتى العنف رحل لني ينفعكم ما ينفعش البلد ما ينفعش الشعب ما ينفعكم شنتمه وأنا أن ننصح أكون حذر كي قاية صالح أنت والجناعة اللي رحل معكم لكن تجدوا أنفسكم أمام سيناريو السودان جناعة آخرين يترحوا بكم ويسجنوكم وطبعا أصحابكم بعد أن تخمو منكم تقام شديد أو تجدوا رواحكم أمام سيناريوهات أخرى لا أتمنى لا أريد حتى أن أتقلها لكنكم تعرفوها كان هذا في 14 أفريل وكان خاصة بعد أن قاموا بضرب الناس وضرب الحركيين لأنهم كانوا ظنوا أن ذاك الجيد صالح والجنراليات اللي معاه كانوا ظنوا بأنهم عندما يطيحون ببوتفليقة شعب يهدأ وخلاص القضية هي العهد الخامسة بينما الشعب خرجوا قال أن العهد الخامسة هي القطرة التي أفضت الكأس هي فقط القشة التي قسم الظهر البعير وليس هي القضية الكبرى القضية الكبرى هي نظام الحكم العسكري الذي أدى إلى تخلف البلاد ورداءة البلاد وإلى حرب قديرة في التسعينات وإلى خصائر هائلة وإلى هروم الشباب وإلى أشياء كثيرة القضية لا تتعلق بتغيير الواجهة المدنية يومها طبعا كان لما شافوا الناس والحرك استمر قاموا بتعنيف الحركيين وبضرب الناس وبه فكان هذا التحذير وفي هذا التحذير قتلوا بصرح العبارة أنكم قد تجدون أنفسكم في سيناريو السودان وما هو سيناريو السودان سيناريو السودان أنه عندما شافوا بعض الجنيرالات عندما شافوا أن البشير انتهى ومن معه قاموا بانقلاب عليه فخطفوا ثورة شعب السوداني ولكنهم قاموا في نفس الوقت بسجن عدد هائل من زملائهم السابقين وهو بالضبط ما قام به القايد صالح قال القايد صالح قام بالضبط ما حدث في السودان في نفس الفترة في 8 أبريل لكان قبل أسبوع ولكن ذلك الأمر حدث في السودان فبدأ القايد صالح طبق سيناريو السودان الذي سيطبق عليه هو أيضا إذن قام باعتقالات وخاصة اعتقال توفيق لما الناس شافوا ذلك المنظر ربما المساعدة بعتلي تلك الصور الآن وهو التوفيق وترطيب والسعيد مع تقلينهم ودينهم إلى المحكمة العسكرية في البوليدة كان هذا زلزال خاصة عند البسطاء وخاصة عند الذين سحقوا في التسعينات فتوفيق هو رمز للحرب القادرة وواحد من أكبر مهندسي الحرب القادرة وهو الذي بقي من كبار جنرالات إما كانوا ماتوا وإما كانوا سقطوا كان توفيق هو الوحيد الذي بقي من الذين قاموا بالانقلاب ثمانيةهم كان هذا الزلزال ذا انخدع كثير من ناس وكان أيضا اخدع القايد صالح نفسه في الحقيقة اللي قام بالاعتقال واللي أقنع القايد صالح بالاعتقال هو بوعزة وسيني هو بوعزة وسيني الجنرال بوعزة وسيني اللي معروف بأنه متوحش قايد صالح كان متربد كان خايف خاصة أنه كان يتلقى التعليمات من قبل من عند توفيق ومن عند ومن عند السعيد فكان خايف لكن بوعزة وسيني أقنعوا بأنهم ممكن أن يعتقلهم واعتقلهم بشدة وبعنف وضربوهم لما راحوا يعتقلوهم باش يرعبوهم وباش يخافوا منهم حتى لما يجوا يدينهم هكذا يخافوا منهم يعني وفعلا حدث هذا لكن أنا قلت لقيت صالح أن هذا لن يدوم يومها أيضا قلنا لقيت صالح أن هذا لن يدوم خلالنا نشوفه ربما هناك مقطع بعد اعتقال هؤلاء كان هناك حديث يومها على نزار يعني نزار لم يكن قد اعتقل ولا حتى قد اتهم لكن كان هذا الفيديو بعد هذا الفيديو بأيام سيهرب نزار من الجزائر لكن الأكتناريوهات هو يستطيع يستطيع توفيق وترطاق باش يديروا انقلاب بنزار نحسوا نزار مليح نزار راه انتع انقلابات راه شار في انقلاب 62 وانقلاب 65 وانقلاب 92 وانقلاب 98 على زروان وغمغتي البوذيا نزار راه شر مجسد في شخص بعد هذا الفيديو بعد ايام مش شرط انه هروب نزار جاء لي سبب هذا الفيديو حتى ما يقولش واحد قلت هذا الكلام مش شرط لكن بكل تأكيد ان الحديث على نزار ارعب من جهة القيد صالح وخاف من انه وهو ابو عز وسيل الجنرات اللي معاه وايضا ارعب نزار فهرب ومباشرة بعد انه اهرب نزار اقدموا على اتهامه دارولو تهمة انه كانوا مشارك معهم مع توفيق ومع ترطاق و دارولو مونداداري كما يسمى يعني امر بالقبض الدولي عندما داروا امر بالقبض الدولي قلنا لهم يوم يوم اذا ان الليدار الامر بالقبض الدولي يريد لنزار ان لا يعتقل لانه داروا امر بالقبض الدولي باسم المحكمة العسكرية والدول الاوروبية والغربية عموما لا تقبل المحاكم الخاصة والمحكمة العسكرية هي محكمة خاصة بمعنى ان جيد صالح لم يكن يعرف أنه حتى اليوم يخدموا معاه في القضاء العسكري أو إما عن جهل وإما عن تواطق كانوا يحموا في نزار بعد ما قلنا له هذا الكلام أربما قالوا إخوان آخرين أيضا بعد هابس شهر أو شهرين داروا لتهمة تهمة تبييض الأموال ونهب الأموال وهي تهمة صحيحة عن طريق شركة SLC وعن طريق شركة دانوفا وعن طريق إلى آخره وأيضا هنا أضافوا ابنه وصديقه في قضية تهريب الأموال وتبييض الأموال إلى آخرهم لكن بالنسبة لإسبان كانت القضية أن هناك حكم عسكري عليه سابق بالنسبة لإسبان هذا ما كانش مريح لهم بالرغم العلاقات اللي موجودة مع النظام قالوا لقوع طرونكيل مدير والو وخلوه في إسبانيا ما عاد مرة واحدة عندما قام في تسعة أوت كان ذكرتي جيدة بأنه أنه شن هجوم عنيف على القايد صالح بعدها الإسبان أدبوه وقالوا لو كانزي تتكلم نرحلوك ونسلموك لكن أحذر فمزاش تتكلم بعدها تتكلم على نظار لكن كان واضح أن الذين كانوا مع القايد صالح ما كانوش عارفين يديروا معركة الأجنحة طبعا نحن عمرنا نتخنى فيها كنا دائما نرفضها حتى لما قالها لي سعداني وقلت هلكم ممكن من قبل قبل سنوات في البي بي سي في 2014 أو 2015 تعالوا نتعاون أنتم تدعون الدولة المدنية تعالوا نتعاون هاهو الرئيس أسقط توفيق وتعالوا نتعاون على قيم دولة مدنية قتلوا ما هو يحدث اليوم هو الصراع أجنحة ونحن لا ندخل في صراع الأجنحة نحن نريد دولة مدنية بحق وليس دولة الصراعات والأجنحة لأن هذا الجنح ينتصر اليوم ربما الجنح آخر ينتصر غدا وهذا اللي رأي نشوفه فيه ولذلك أيضا كانوا بعض إخواننا حتى لما أراد القايد الصالح أن يرسل نسيبه وبعث لي واحد إخوانه قال لي رأي جاي نسيبه أو بن في الحقيقة عنده قرابة به يعني أعتقد أنه قايد صالح هذا اللي كان جايني هو راجل خالته أو قال لي هذا الشخص قال لي رأي جاي يعني باش يعرضوا عليكم تعاون يعني قتلوا لا أريد أن أستقبلوا نحن لا نتعاون في الخفاء ولا نتعاون مع الأجنحة العسكرية ولا ندخل في الصراعات نحن نسعى لدولة مدنية لنهضة البلاد نحن نسعى لدولة القانون نحن لا نسعى إلى سلطة أو إلى مناصب أو إلى مراكز نتحالف مع القوي ضد الذي سقط أو مع الذي سقط حتى نسقط الآخر نحن لا نؤمن بهذا طبعا هم مرض جيم صعيب أن يفهموا هذا لأنهم من لا يملك شيء فاقد الشيء لا يعطيه ولا يفهمه لكن كل هدفنا كان يوم هنحذروه من أن عدم إعطائك يا جايد صالح الحكم للشعب ارجاع الحكم للشعب تطبيق المادة السابعة والثامنة كما تعاهدت أنت يوم 31 مارس وإيجاد مجموعة من أحرار البلاد للتفاوض معهم والتباحث معهم لإدارة انتقالية سيؤدي إلى سحقكم وطحنكم خلنا نشوفوا بعض ما كنا قلناه لهم في هذا الإطار كان هذا يوم واحد جوان واحد جوان 2019 لكن السيناريو الثاني هو السيناريو الخطير والخطير جدا لأن السيناريو الثاني هذا إذا تحققه هو ممكن لأن الجماعة مشتغلوا عليها جماعة متاع توفير نزار طبعا النزار مش لازم يظهر في الصورة بالمناسبة نزار بالعكس الآن يحب يظهر باللي هو خطير وبالعكس يقدر يقول حتى بلي هو مع الجايد صالح الآن لكن نزار توفيق كل المناصرين متاع سعيد باي انتاع الزقصيف انتاع شان توف انتاع سعيد بودفليقة انتاع عبدالغاني الهامل كل هؤلاء الآن الهدف الرئيسي انتاحهم أنهم يشوفوا باللي مش معقولين يعني مش معقولين للجايد صالح وما عندهم نظرة ليه سيئة جدا يعني قلوا باللي إنسان جاهل أمي متعجرف جبان في نفس الوقت يعني هذه نظرتهم ليه أنا كنقول هلهم أمكان جناعة آخرين في ناس ما أخرى لكن حبيت نعطيكم العنوان اللي الناس يعرفون أظنوا من اللي مذكرين كثير في الإعلام هؤلاء الآن على الأرجح مش على الأرجح أنا متأكد أنهم يخططون لانقلاب إما يخططون لانقلاب للإيطاحة بالمجموعة ككل لمعالجايد صالح إذا نجحوا أو على الأقل لاختراق هذه المجموعة وضموا واحد وثنين ثلاثة منها باش يقدروا يقدروا عليه انقلاب على الأرجح ثم قلت أنا متأكد أنهم يشتغلون على الانقلاب وأن الطريق انتاحهم يكون عن طريق الاختراق أو عن طريق الانقلاب المباشر والحقيقة أنهم استعملوا الاثنين استعملوا الاختراق والانقلاب فيما بعد كيف حدث الاختراق والانقلاب فيما بعد من بداية الإخوان اللي كانوا مرات وأنا كنت حدثتكم مرة أيضا على ظابط جاء قال أنا عقيد سابق وأنا جيت نحدثك إلى آخره وأنه إضافة إلى هذا اللي كان قريب للقييد صالح كان أيضا هناك ظابط يعني اللي حدثتكم عليها في رمضان 2019 كان قابلني في اليوم الثاني من أو اليوم الثالث من رمضان 2019 وقال لي نتعاون وقال لي أنا بعيد عن الموضوع لكن هناك من هم مستعدين أن يتعاونون معكم للقضاء على جماعة توفيق قلت له اسمه قلت له حتى لو جينا نأمنه نحن ما نأمنوش بصراع الأجنحة ولن نشارك فيه لكن حتى لو جينا فيما معناه يعني قلت له حتى لو كان جونامنه بصراع الأجنحة قلت صالح لا يملك ليس لديه المقومات أنت قائد والذين معاه في الغالب رهم معاه إما خوفا وإما طمعا وإما جبنا وإما هذو كلهم وليس لا تجمحهم إيديولوجيا يجمحهم النهب فقط عندما لا تكون هناك إيديولوجيا أفكار تجمع الناس فإن بسرعة يتفرقون إذا ضع السلطان أو ضع المال أو ضع النفوذ أو ضع وبالعكس يقدر ينقلب عليك وهم هم اللي عاشوا هذه الأحداث يشوفوا كيفاش ينقلبوا وانقلابات شديدة لم يكن تجمعهم علاقات حقيقية فكرية إيديولوجية سياسية أقل شيء ما كانش كل ما كان يجمعهم هو النهب والنفوذ والسلطان إذا قتلوا قيد صالح لا يملك ما عندوش مقاومات والدليل بمجرد هلك والآن يثبت أن هلكه كان قغتيالا كنا دائما نقولوا ممكن ممكن مؤشرات لكن كل ما حدث الآن يثبت أنه اختلوه بمجرد اختلوه بمجرد هلك أو خلينا نخلوه دائما نسبة 10% ربما مات نتيجة للصدمة قلبية ودماغية انتهى جناح القايد صالح بسرعة هرب صواب نسيبه وقايد ناحية العسكرية الثانية وكان أحد كبار الجنرالات بعدين هرب جرميت بنويرا العلبة السوداء وسكرتيرو الخاص هرب إلى تركيا ثم سلموه الأطراق في أوت الماضي صواب أيضا هرب إلى فرنسا ثم سلموه الفرنسيس بعد أن نضم في سبتمبر وفي أكتوبر قالوا أنه نمات اقتيال قتلوه الحارس الخاص بن سلامة الرائد بن سلامة اعتقلوه ولا يعرف له مصير الآن ابو عز وسيني الرجل الثاني واليد الضارب القايد صالح اعتقل بطريقة تعهلوود وتعرض لتعذيب وصدر حكم ضده بثمان سنوات وما زلت أحكام كثيرة تنتظره آخرها مجموعة الجنرالات الأربعة لهما كانوا أكبر من أكثر الجنرالات قربا من القايد صالح وهو لشخم شواقي آآ أكروم وتوبوديلات وكلهم الآن متواجدين في السجن بعد أن مروا على مركز عنطر مركز عبلة للتعذيب وانتهى القايد صالح بقى باقية شوية بعض الجنرالات وبعض العقدة كلهم رأيهم يصفوا فيهم الآن والقادم في التصفية هو بعض الوزراء وعلى رأسهم زاقماتي زاقماتي سيتم الإطاحة بحكومة جراد في الأيام أو الأسابيع القادمة وأنا أرجح الأيام القادمة ومن بين الرؤوس اللي طبعا سيتم الإطاحة بزاقماتي ما يمشحني أعتقلوه مباشرة يخلو له شوية وقت هو وميهوبي وبدوي ومجموعة رح يخلو له شوية وقت وبعدين يعتقلوه لأن هذا عندهم حسابات أخرى لكن في النهاية سيتم طحن جناح القاية صالح طحنا كلية الآن رأوا تقريبا انتهى خروج توفيق اليوم أو تبرئة رسمية نحن نعرف أنه كان خارج قبل وقبل بكثير هل نشوفوا أيضا في هذا ما كنا قلناه من قبل ومرة أخرى قلت لولا أن هناك الذباب يكذب على الناس ويقلب الحقائق ويخادع ويمكر والله ما كنت لنوري لكم هذه الأشياء ونقول لكم ها واش قلنا من قبل لكنها ضرورة أحيانا تدفعنا لذلك عودة المجرمين تحت توفيق وعودة توفيق ذكرت لكم قبل فترة بأنهم وضعوه كانوا وضعوه في البداية في غرفة تقريبا خمسة نجوم يعني شبه شقة أو شبه فيلا داخل ناحية العسكرية الأولى ثم نقلوه الآن إلى بوشاوي إلى فيلا كلينيك وثلاث سيارات تحت أمره لنقل ضيوفه لنقل أهل هذه كانت في عشرة جويلية 2020 فيما يتعلق بتوفيق يعني كنا نعرف أنها راح برة لكن حتى في الحقيقة قبل ذلك هذه كانت في استو أو بعد ذلك بقليل هذه كانت في استو وعشرين جويلية كنا نعرف حتى أين يتواجد بعد بوشاوي كنت في قبل لقد يومين أو ثلاثة ذكرت من أنه ونقل إلى بيته لم يرقى في البيت إلا ليلة واحدة حسب مصادري ونقل فيما بعد إلى شفا هناك عفوا نقلت إلى شفا إلى الشريعة إلى الفيلا فيلا الشاتلي بن جديد الفيلا الرئاسية الموجودة في الشريعة التي بنها الشاتلي بن جديد في الثمانينات إذن بعد هذا كان في استوى عشرين جويلية في بداية جويلية كان في بوشاوي لكلينيك بوشاوي وفي إقامة خمس نجوم هناك وبعد أيام نقلوه إلى شريعة وأصبح انتقل من شريعة إلى بوشاوي على كل حال البعد بيناتهم حوالي عشرين كيلومتر مش كثير يعني أو 30 كيلومتر إذن كنا عارفين هذا التفاصيل لكن قبل ذلك هو شكان في أبريل 2020 اللي راح تشكل هو عودة دولة التوفيق أخطر شيء هو عودة دولة التوفيق ما هي المؤشرات لذلك؟ هناك مجموعة مؤشرات قبل شهر تحدث لكم عليها لما قلت لكم أن التوفيق اليوم في الحقيقة يوجد في إقامة فاخرة في الناحية العسكرية الأولى وليس في السجن وأنهم يلتقون وخاصة لبعض المقربين من التبون اليوم بما فيهم حاج رضوان اللي كان مدير ديوانه لمدة 19 سنة واللي راح من أقرب المقربين إلى تبون جنرال هذا وبما فيهم الدموي عبد الزمجاهد وآخر آخر بارا اذكرت لكم مجموعة من الأسماء منتع الجنرالات مكانا لحاول مذكرهم لقلتكم هذا اللي راح فاعل لكن ليذكر؟ هذه كانت في 14 أبريل 2020 وحديثي يومها عن عودة دولة التوفيق نظن كان حتى العنوى الرئيسي اللي يختاره فيما بعد المساعد هو هذا عودة دولة التوفيق يعني أن الأمر في الحقيقة لمن يحلل بطريقة عقلانية صحيحة ويستقرأ الأحداث كما يجب ويفهم ما يجري بما يجب كان يعرف أين نحن نتجه ثم شفنا مؤشرات كثيرة لذلك أيضا بما فيها ما كان حدث في فرنسا وحتى في أماكن أخرى عندما بدأت الصراع يظهر وكان صراع إسلامي علماني والنفخ فيه وشيطنت بعض الناس وهذه كلها أدوات توفيق نعرفها نعرفها توفيق ونظار اشتغلوا على خلق صراع علماني إسلامي على خلق صراع ما بين الطبقة المدنية السياسية ولذلك في 92 سارع سعيد سعدي وأمثال إلى دعم الدبابة رحم الله الدبابة التي حمد دموقراطية كما قال أحدهم لكن الحقيقة أن المعركة شعب جزائري كانت دائما وحتى قبل الاستقلال وذكرناها أكثر من مرة أن مقتل عبار رمضان رحمه الله كان بسبب السبب الرئيسي هو أنه دعا إلى سيطرة السياسي على العسكري أو أولوية السياسي على العسكري أي المدني على العسكري وأنه منذ 62 بعد انقلاب سيف 62 كان العسكر يريدون تثبيت دولة عسكرية جابوا بن بلا ثم أسقطوه مات بومدين ثم جابوا الشادلي ثم أسقطوه ثم جابوا بوذياب ثم قتلوا ثم جابوا بوتفليقة لكنها كانت دائما الدبابة هي التي تأتي بالرئيس وعلى الأرجح هي التي تطيح به هذا ما حدث باستثناء بومدين يعني وأحيانا مش قد تطيح به تقتلوا مثل بوذياب على سبيل المثال أنها كان منذ صيف حتى قبل الصيف يعني بعد رحيل قيد صالح بقليل قيد صالح لعب لعبة الزواف وأراد شيطنة منطقة القبيل وخرج الحراك يقول القبيل خوتنا بركونا من الفتنة وانطلقت هذا الشعار فكان في قلمة كما في مغنية في لغوات كما في تمرس في بشار كما في عنابة في المدية كما في شلف وهكذا وكان هناك ذباب وتعرفونهم بأسماءهم وبصورهم أنثى وذكر وإناث وذكوك وكانت وكان قدرة الشعب الجزائري أن نحمى بلاده من محاولة خلق حرب أهلية حقيقة لكن لكن لما جاء توفيق وبدأت دولة التوفيق تظهر وتطل برأسها وبقرونها رجعوا لل القضية القديمة خلق صراع علماني إسلامي أو عروبي قبائلي أو يعني خاصة إسلامي علماني بدأت تقول باختصار بسيط يعني دون أن أريد هل في هؤلاء الذين كانوا يكذبون على الناس وكانوا يخرجوا ويقولوا وانتهت دولة التوفيق والجيط صالح أسقطهم وانتهت إلى الأبد والآن فيه تطهير داخل الجيش وشفتوا وسيقوم وتبون سيفعل هاو تبون زادوا انتظروا حتى يدخل تبون باش يطلق صراحة توفيق باش ما يقول لكش تبون لما مش كانش موافق بالمناسبة يعني تبون حجرة صغيرة صغيرة جدا في لعبة كبيرة جدا يقودها قادات يقودها كبار جنرالات ومن وراء كبار جنرالات هناك دول تتلاعب وتلعب صحيح أن تبون عنده دعم ماكرون صحيح عنده هذا هو قاع عنده لكن في نهاية المطاب بالنسبة لماكرون غير ماكرون من يخدم وهو اللي معاه هذه الامبراطوريات ودول كبرى ما تهمهاش لأشخاص وفي واحد خدم فرنسا أكثر من بتفليقة وظلت فرنسا الدفع لي إلى آخر لحظة لكن عندما أطاحوا به أطاحوا به جاء تبون مات الملك يحيى الملك مات الرئيس يحيى الرئيس سقط الرئيس يجا رئيس هذا ما يهمهمش هذو لا يرتبطون بالأشخاص وهما يرتبطون بمن يخدمهم بالعمالة والنظام الجزائري كله عميل للقوى الكبرى لكن بطرق مختلفة بدرجات مختلفة وبأساليب مختلفة